على منوال سابقهم وبذات الطرق والأدوات وكأن الأمر أصبح منهاج سلطة وسلوكاً رسمياً للدولة تعذيب ثم تعذيب ثم وفاة لا شيء سوى هذه الكلمات تتصدر تقارير المنظمات الحقوقية الدولية عن السجون في العراق ومكان التقرير اليوم سجون الموصل ذات القصص المرعبة منظمة هيومن رايس ووش تقول إن عمليات تعذيب المعتقلين في السجون الحكومية العلنية منها والسرية بالموصل ما تزال مستمرة متهمة في تقرير لها أربعة ضباط في الأجهزة الحكومية بممارسة التعذيب الممنهج في مركز احتجاز بالمدينة مطلع العام الحالي نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمفقيه أكدت أن استمرار الانتهاكات أمر طبيعي طالما أن الحكومة في بغداد تتجاهل التقارير الموثقة عن التعذيب المنظمة نقلت شهادات سجناء سابقين عن أهوال ما كابدوه في سجن الفيصلية فيقول أحدهم إنه رأى أربعة حراس يعذبون ثمانية معتقلين بطرق مفزعة يوثقوهم بحلقتين من الحبال ثم يتناوبون على ضربهم بالأنابيب حتى اعترف ستة منهم بالانتماء لتنظيم الدولة بعدها فاوض الجلاد كل ضحية على بقية التهم التي سيقر بها أمام القضاء شهادة أخرى من معتقل سابق تتحدث بتفاصيل دموية عن طرق تعذيب مختلفة كالإهام بالغرق والضرب بالآلات الحادة والأنابيب المعدنية فضلا عن استخدام وضعيات جسدية مؤلمة تنتهي أغلبها بالسجين إما إلى الإغماء والموت لاحقا أو الاعتراف المنظمة بيّنت أنها أرسلت إلى الحكومة تقارير التعذيب لكنها لم تتلقى الرد مؤكدة أن القضاء هو الآخر لا يحقق عادة بقضايا التعذيب فكيف سيكون الصامت الأكبر حكما وهو بهذا الأداء الهزيل في منظومة أبعد ما تكون عن وصف الدولة تقرير المنظمة لم يكن الأول ولن يكون الأخير على الأرجح فكل ما ذكر يثبت مقاربة صارخة مفادها أن الذي دمر الموصل أمام أعين العالم أجمع بحجة الحرب على الإرهاب من البديهي أن يعامل أهلها في الزنازين بالطريقة ذاتها وتحت نفس الذريعة